فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثير أو بعض من الطلبة يضع الكتب الشرعية قريبا من رجليه أو بين رجليه فأل في هذا سوء أدب مع كتب العلم أو مع الله سبحانه؟ نعم إذا قصد إهانتها وعدم المبالاة بها فلا يجوز هذا نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر